السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومسابعين الكرام كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يارب اليوم نحطر معكم تقلية المغربية طبق اللي كيكون حاضر في ايام عيد الاضحى كيجي رائع جدا لديد بزاف متشبعوش منو الي اعجبكم فيديو دياليوم متنسوش تعملو اشتراك لقنات ديالي واسبرتاجيو مع الاصدقاء ديالكم لتعمل الفائدة نحتاج في المكونات الكرشة اللي غسلتها مزيان وقطعتها قطع صغيرة حبة كبيرة من البصل مفروم حبة من الطماطم محكوكا زيتون احمر معدنوس او بقدونس مفروم نحتاج في التوابل ملح فلفل اسود كوركم كومون بابريكا او طحمرة قص بريابس مطحون نزنجبيل كل مكون منو ملعقة صغيرة نحتاج اللوب نصف ليمونة حامضة مصيرة اربع فصوص من التوم مبشور ملعقة كبيرة معجون طماطم نحتاج عصير نصف ليمونة حامضة ونحتاج نصف كأس من زيت السيتون ونضوزو باش نشوفو طريقة تحضير خديد طنجرة الضغط اللي غادي نطيف فيها نضيف ليها الكرشة اللي قطعتها قطع صغيرة الكرشة هم سيرنات اللي سلقتهم من قبل غير طلعز معهم الغلية صفية طفيت عليهم ممكن تعملوا معهم الرية او بعض تقاطعة الحم انا كنفضل الكرشة نعملها بوحدها مع المصيرنات فقط اضفت حبة كبيرة من البصل مفروم ملعقتين كبيرتين بقدونس مفروم او معدنوس مفروم اللوب بديل نصف ليمونة حامضة مصيرة أربع فصوص من التوم مبشور نضيف توابل فلفل أسود كوركم ملح زنجبيل فابريكا او تحميرا كمون كل مكون منه ملعقة صغيرة نضيف عصير نصف ليمونة حامضة عصير الليمونة حامضة عصير الليمونة حامضة يجير رائع جدا ويضع طعم هائل اضفت نصف كأس من زيت الزيتون ممكن تستعملوا زيت نباتي انا كنفضل نطيب بزيت الزيتون نحرك المكونة جيدا قبل ما نوضعها على النار طريقة بسيطة طريقة سهلة والطعم يا سلام كجيل ديدة بالسف نوضع الطنجرة على نار تكون متوسطة في الاول ما نضيفش الماء نحرك المكونة جيدا ونغطي على الطنجرة نخليها عشر دقائق ونعود نرجع معكم طنجرة لا نصدها جيدا غيرها سنوضع عليها الغطاء فقط نضيفه فوق منها فقط من بعد ممرت عشر دقائق كيف تشوفه نحرك المكونة جيدا من بعد نوضع الماء الكافي اللي غلي طيب لي هاد الكرشة هادي الماء يكون مغلي ما يكونش بارد من بعد نغطي الطنجرة دي لتغط بإحكام ونخليها نصف ساعة ونعود نرجع معكم من بعد ممرت ثلاثين دقيقة أو نصف ساعة ضفت حبة كبيرة من طماطم محكوكة ملعقة كبيرة معجون طماطم نحرك المكونات جيدا تقريبا تقلي قربة الطيب من بعد نضيف الزيتون أنا استعملت هنا زيتون أحمر ممكن تستعملوا زيتون أخضر كيبقى حسب المتوفر أو حسب الرغبة نضفت فلفل حار هذا كيبقى اختياري نغطي على الطنجرة نخليها تكمل طيابها ونعود نرجع معكم صافي تقليه طابت كيف كتشوفوا أنا نقص عليها النار ونخليها غير شوية على النار حتى تتقل المرايقة ونطفع لها كتجي رائعة جدا كتجي لديدة بثاف متشبعوش منها صافي المرايقة تقالت كتجي مرايقة معلكة نطفع لطنجرة النار وندوزه بشوفوا التقديم خديد الصحن اللي غدي نحط فيها تتقليه الطريقة اللي عملت معكم اليوم طريقة ناجحة مئة في المئة كتجي لديدة بثاف مرايقة كتجي معلكة هذا هو الشكل النهائي دي الطبق دي اليوم تقلية المغربية طبق اللي كيكون حاضر في أيام عيد الأضحى كي يجي لديد بثاف متشبعوش منه كنتمنى أن الطبق دي اليوم ينال إعجاب ديلكم وأنا مأكدة إلي جربتوا الطريقة دي اليوم هدي تعجبكم بثاف لأنها فعلا تستحق التجربة إلي عجبكم فيديو دي اليوم متنسونيش من التعليق ديلكم الجميلة من اللايكات ديلكم متنسوش بارتاجوا الفيديو لتعم الفائدة